خلونا نبدأ أخبارنا النهاردة وأبرز ما حدث بالأمس تحديدا واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنتوني بلانكين وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة لقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقلامية خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية والتصعيد المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك شهد الاجتماع عرض للجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف الحقيقة بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهل القطاع كمان يهبى بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفاقدية في عدد من المشروعات ومنطقة السخنة الصناعية أكد رئيس الوزراء أنه فيه اهتمام كبير جدا بتوليه الدولة المصرية بتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس بالإضافة لتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بيها لتعزيز القدرة الخاصة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات أخبار كتير مهمة حصلت مبارح أبرزها تلقي رئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وتم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين وشدد الرئيس على مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية لطال أمدها كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة وتم التجديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي امبارح استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أنتوني بلانكن وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة شهد اللقاء التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وحرس وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع الرئيس السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع لرؤية مصر بشأن أفاق الحل وشهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول لوقف فوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتوافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع التساع رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مع التمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة إمبارح أمد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استهل لها بتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام اللي بتوليد دولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بها لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتنوعة بما يدعم دور هذه المنطقة في زيادة فرص التشغيل ودعم الصادرات وخدمة الاقتصاد الوطني امبارح وخلال جولته بمنطقة السخنة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة بطول 60 كيلو متر وتابع رئيس الوزراء تقدم معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق ليصبح بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه منها 3 حارات للنقل الثقيل ورصف خرساني بإجمال عرض 56 متر وجزيرة وسطى بعرض متغير نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات في الشرقية تم الإعلان مبارح عن توفير حوالي 2485 فرصة عمل بحد أدنى 5300 جنيه و500 وفي محافظة الإسكندرية تم فتح باب التقدم بطلبات الحصول على واحدة بسوق الجملة الجديد بمنطقة برج العرب مش بس كده لكن في الغربية كمان كان في الإعلان عن سبع معارض لبيع السلع والمواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين في السنطة وفي كفر الشيخ تم تقديم الخدمات الطبية لـ 1647 مريض في قرية النويجة وده في ظل الحملات المختلفة اللي بيتم فيها علاج المواطنين في المراكز والقرى والنجوع المختلفة وتقديم العلاج لهم والكشف بالمجان محافظة مصر شهدت مبارح أخبار كتيرة في الشرقية أعلنت مديرية العمل أنه تم توفير 2485 فرصة عمل لمواطني المحافظة وشملت الوظائف عدد من التخصصات من بينها سائقين وعمال إنتاج ومهندسين وعمال وغيرها من التخصصات وبلغ الحد الأدنى للراتب بداية من 3500 جنيه في الإسكندرية أعلنت المحافظة عن مواعيد تقديم الطلبات للحصول على وحدة بسوق الجملة الجديد ببرج العرب المخصصة للتجار المرخص لهم بسوق الحضرة وسوق العمرية تمهيداً لنقل سوق الحضرة وسوق العمرية في كفر الشيخ نظامة مديرية الصحة قافلة طبية مجانية في قرية النويجة بمركز دسوء في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة واستفاد منها 1647 مواطن كما تم إجراء 109 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل التفايليات في المنوفية أعلنت المحافظة عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال عام 2023 اللي ساهم في تنفيذ 331 مشروع بتمويل ما يقرب من 78 مليون جنيه وتوفير 610 فرصة عمل بنطاق المحافظة وبيأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر اللي بتساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطلة في الأقصر تم افتتاح مبنى إدارة تموين البياضية بعد إتمام عمليات التطوير ورفع الكفاءة بكافة الأجهزة والأثاث وتختص إدارة تموين البياضية شرق الأقصر بتلقي ودراسة وفحص مشكلات الأنشطة التموينية كما تقوم بالرقابة على المنافذ التموينية المختلفة في الدأهلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قيمها بقطع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت عن بعض القرى في مركز السيمبلوين بداية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة الثانية مساء وده الإجراء الصيانة في الغربية أعلن مركز مدينة الصنطة عن التوسع في إقامة معارض ومنافس بيع السلع الغذائية بمختلف القرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية لاحتياجات المواطنين وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية وتم إقامة سبع معارض للسلع الغذائية والخضروات والفاكهة اللي بيتم بيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق وبتشمل السكر، الزيت، السمن، الرز، الماكارونة، الدقيق، الخضروات، الفواكه واللحوم في المينيا أعلنت المحافظة أن مديرية القوى العاملة هتواصل العمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات وتم تعيين 675 شاب وفتاء بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من معظم المؤهلات خلال ديسمبر الماضي